قالت اللجنة الخماسية للعفو الرئاسي أن مؤسسة الرئاسة قامت بإطلاق استمارة على موقع المؤتمر الوطني للشباب لتلقي طلبات فحص حالات العفو وذلك في إطار التعاون مع اللجنة المشكلة لنظر أمر العفو وتيسيرا على أهالي الشباب المحبوسين على دمة القضايا كانت اللجنة قد أكدت أن تركزها بشكل رئيسي على فحص حالات الطلبة والانتهاء من القائمة الخاصة بهم للتعجيل بتسلمها وتمكنت اللجنة لتمكين اللجنة من ذلك الحقيقة قبل مدة الخمس